السلام عليكم في هذا الفيديو نقدم لكم الحصة الثانية من درس معادلة مستقيم الذي يهم تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي القدرات المستهدفة في هذا المقطع هي شرط توازي مستقيمين شرط تعامد مستقيمين أولاً مستقيمان متوازيان خاصية نعتبر المستقيم D الذي معادلته Y تساوي MX زائد P والمستقيم D' دي المعادلة Y تساوي M' X زائد P إذا كان D و D' مستقيمان متوازيان فإن M' يساوي M إذا كان M' يساوي M فإن D' يوازي D' كما تلاحظون في هذه الخاصية فإنها تنقسم إلى جزئين الجزء الأول ننطلق من توازي مستقيمين D و D' فتحة والذي نستنتج منه تساوي ميلي المستقيمين في الجزء الثاني من الخاصية إذا كان المستقيمان D و D' فتحة لهما نفس الميل فإنهما متوازيان المثال الأول المستقيمان Delta و Delta' معادلاتهما على التوالي Y تساوي 2X زائد 1 و Y تساوي 2X ناقص 3 لهما نفس المعامل الموجه 2 إذن Delta يوازي Delta' كما يوضح الشكل جانبه المستقيم Delta دي المعادلة Y تساوي 2X ناقص 1 نقوم بإنشائه في معلم متعامد ممنظم OEJ بالإضافة إلى المستقيم Delta' دي المعادلة Y تساوي 2X ناقص 3 باستعمال طريقة الجدول التي سبق وتعرفنا عليها في المقطع الأول المثال الثاني نعتبر المعلم المتعامد الممنظم OEJ والمستقيم L دي المعادلة Y تساوي ناقص 4X زائد 3 لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم Delta المار من النقطة المار من النقطة A ذات الإحداثيات 2 ناقص 1 والموازي للمستقيم L نضع Delta دي المعادلة المختصرة Y تساوي MX زائد P إذن لنحدد المعامل الموجه والأرتوبة عند الأصل للمستقيم Delta نعلم أن المستقيم Delta يوازي المستقيم L إذن حسب الخاصية فإن M يساوي ميل المستقيم L يعني M تساوي ناقص 4 ومنه فإن معادلة Delta المختصرة تصبح على الشكل Y تساوي ناقص 4X زائد P لنحدد الأرتوبة عند الأصل نعلم أن A تنتمي إلى المستقيم Delta إذن P تساوي Y A ناقص MX A نعوض إحداثيتي A في العلاقة فنحصل على P تساوي ناقص 1 ناقص ناقص 4 في 2 P تساوي ناقص 1 زائد 8 تساوي 7 وبالتالي فإن المعادلة المختصرة للمستقيم Delta هي Y تساوي ناقص 4X زائد 7 ثانيا مستقيمان متعامدان خاصية نعتبر المستقيم D دي المعادلة Y تساوي MX زائد P والمستقيم D' دي المعادلة Y تساوي M' X زائد P' P' إذا كان D وD' مستقيمان متعامدان فإن جداء ميليهما M وM' يساوي ناقص 1 إذا كان جداء الميليهين M وM' يساوي ناقص 1 فإن المستقيمين D وD' متعامدان مثال أول المستقيمان D وD' معادلاتهما على التوالي Y تساوي ناقص 3X زائد 2 وY تساوي 1 على 3X ناقص 1 لدينا جداء الميليهين ناقص 3 و1 على 3 يساوي ناقص 1 إذا حسب الخاصية السابقة فإن المستقيمين D فتحة عمودي على D الشكل جانبه يبين الإنشاء الهندسي للمستقيمين D وD' في معلم متعامد ممنظم OEJ كذلك باستعمال الطريقة السابقة المثال الثاني نعتبر المعلم المتعامد الممنظم OEJ والمستقيم H للمعادلة Y تساوي 1 على 2 X ناقص 3 لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم D المار من النقطة A ذات الإحداثيات ناقص 1 4 والعمودي على المستقيم H لتكون Y تساوي MX زائد P المعادلة المختصرة للمستقيم D نعلم أن المستقيم D و H متعامدان حسب المعطيات إذن جداء ميليهما 1 على 2 و M يساوي ناقص 1 حسب الخاصية أي M تساوي ناقص 2 ومنه تصبح معادلة D على الشكل Y تساوي ناقص 2 X زائد P نعلم أن النقطة A تنتمي للمستقيم D ومنه يمكننا تعويض إحداثيتي النقطة A في المعادلة المختصرة للمستقيم D ونحصل على P تساوي Y A ناقص M X A أي بتعويض إحداثيتي النقطة A في المعاء في الكتابة نحصل على 4 ناقص ناقص 2 ضرب ناقص 1 ومنه P تساوي 4 ناقص 2 تساوي 2 وبالتالي فإن المعادلة المختصرة للمستقيم D هي Y تساوي ناقص 2 X زائد 2 نشكركم على حسن انتباهكم ونتمنى أن تشتغلوا في بيوتكم على هذه الدروس وإلى حصة مقبلة بإذن الله القتال لك لك العamos البح melan